اشتركوا في القناة تشارك مصر وفي المقام الأول كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن مجهة الدعمة من خبر الرئيس مكرون كان هناك رد مباشر وقبول للدعوة بحكم العلاقة الخاصة اللي بتربط بين مصر والسودان وضرورة الدعم السودان في هذه المرحلة الانتقالية مصر توفر كل الدعم للسودان السياسي والاقتصادي والثقافي والتنسيق الكامل مع السودان في هذه المرحلة الهمة لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه السودان ومرحلة الانتقالية الحمد لله تسير بشكل إيجابي وهناك تكاتف إقليمي ودولي لإنجاح المصاري السوداني وبالتأكيد أن دعوة الرئيس مكرون وحضور عدد من القادة والتعبير عن الدعم سواء كان السياسي أو الدعم في إطار الاقتصادي من حيث إعفاء السودان من المديونية وإتاحة الفرصة أمامه لاستفادة من مؤسسات المالية الدولية تصب في تحقيق الاستقرار تحقيق طموحات الشعب السوداني ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهه وجود مصر كدولة جارة كدولة لها هذه العلاقات الوثيقة والعميقة مع السودان يعزز من التكاتف الدولي والإقليمي في دعم السودان كان ملف سد النهضة من الملفات التي شهدت بشكل أو بآخر في العاصمة باريس سواء لقادة سيد الرئيس مع بعض القادة أو حديث حضرك مع نظرائك من وزراء الخارجية هل كان سد النهضة في هذا المحفل أي حديث؟ يعني هو طبعا في الكلمات التي ألقيت من قبل فخمة الرئيس برهان وأيضا في كلمة الأمين العام إشارة إلى قضية سد النهضة بالتأكيد أن الحديث السواء السنائية فيما بين السيد الرئيس والرئيس ماكرون تم تناول هذه القضية لأنها قضية هامة وجودية بالنسبة للمصر دائما في خامة الرئيس السيسي يحرص على إطلاع القادة على تطوراتها وضرورة العمل المشترك للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤدي إلى تحقيق المصالح للأطراف الثلاثة ونحن نقترب من نقطة فاصلة وحاسمة هي المال الثاني بضرورة أن تتكاتف الجهود الدولية لإقناع الشركاء الأثيوبيين بضرورة التوصل إلى اتفاق نحن لدينا رصيد طويل من المفاوضات هناك قدر كبير من التفاهم على عناصر فنية كثيرة ولكن لابد من وجود الإرادة السياسية لتحقيق الهدف كان فيه حوارات أيضا قام بها السيد الرئيس مع مجموعة من الرؤساء اللي حضروا الاجتماعي اليوم وبالتأكيد أن قضية سد النهضة أيضا أثيرت خلال الأحديث الجانبية بسعادة الوزير كان خلال الأسبوع القليل القادمة كان فيه تحركات على الجانب الأمريكي مبعوث الرئيس بايدن إلى القانون الأفريقي وأيضا كان هناك زيارة رئيس الحد الأفريقي إلى القاهرة لدفع هذا الملف إلى الأمام هل من نتائج حتى الآن أما زال الموضوع طور التحركات الدولية يعني التحركات الدولية مفيدة بتزهر مدى أهمية القضية بتتيح إطلاع رئيس الاتحاد على وجهة النظر المصرية لتتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة في الخروج من هذه الأزمة من خلال التوصل إلى الاتفاق أيضا مبعوث الأمريكي وأن كانت أول زيارة له المنطقة ولكنه لديه من الخبرة بحكم المنصب التي تولاها بما يجعله قادر بالشكل سريع أن يتفاعل حول هذا الملف لكن في المقام الأول نحن ننتظر رئاسة الاتحاد الأفريقي دعوة لعقد مكتب الاتحاد في حضور الأطراف لاتخاذ قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية تحت إطار جديد ربما بمشاركة أكثر فاعلية للمراقبين الدوليين وتوسيع نطاقهم بحيث يستطيعوا أن يسهموا بشكل إيجابي في تقريب وجهة النظر في وضع بعض الحلول التي تيسر من التوصل إلى الاتفاق نحن نسعى إلى آخر المطاف للوصول إلى هذا الاتفاق منعا لتأزم العلاخة فيما بيننا وبين الأشقاء في إثيوبيا والتصعيد المترتب على ذلك لكن أيضا ضرورة أن نطمئن جميعا بأن لدينا رصيد من الأمان المتوفر في الخزان السبد العالي أيضا أن الأمور لدينا ثقة بأن الملء الثاني لن يكون مؤثر على المصالح المائية المصرية ونستطيع أن نتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية وأن أي تفاقم للأمر هو مرتبط بقضية وقوع الضرر والضرر إذا لم يقع فنستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور بدون الحاجة إلى تأزم أو إلى تصعيد لكن بالتأكيد في نفس الوقت أنه إذا ما تم اتخاذ إجراءات إحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا أو لم تراعي ووقع الضرر الجسيم على أي من دولتها المصاب في هذه الحالة فلن تدخل مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفاظ على هذه المصالح وضمنها مع الوزير هناك نقطة هامة في كلام حضركم أنت بتفضل تتكلم أنه وقوع الضرر هو المحك أو هو النقطة الفاصلة أو هو الخط الأحمر وقوع الضرر وفقا لما يراه المختصون وليس المال الثاني ده صحيح المال الثاني هو إجراء ولكن المال الثاني أو أي ردود أفعال من قبلنا سياسية أي ردود أفعال من أي شكل هي مرتبطة بدرر مرتبطة بدرر مادي يقع بتصرف غير مسؤول باستغلال هذا المنشأ لغرض غير الغرض الذي أنشأ من أجله وتوليد الكهرباء ومنما حجب المياه فهذه الحالة يؤدي إلى اتخاذ إجراءات التي تكفل حماية المصالح المائية المصرية مع الوزير كان أثناء القمة وقبل أن تأتي إلى هنا وحتى هذه اللحظة ربما كان الملف الفلسطيني وماجر في الأرض الفلسطيني المحتلة كان مطار اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات هناك تحركات سيادتك مع مجلس الأمن تحركات صلاة مع وزير خرجاء الأمريكي هناك محاولات مصرية التي تهدئت الوضع المشتعل يعني أطلعنا على ما جرى ومجمل التحركات المصرية في هذا الملف يعني مصر دائما تجعل من القضية الفلسطينية قضية مركزية قضية توليها كل الاهتمام لشعب الفلسطيني الشقيق وارتباطه بالشعب المصري المعاناة التي يعاني منها كل ذلك يجعل دائما مصر في صدارة المدافع عن هذه المصلحة والمدافع أيضا عن تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة حتى تستطيع شعوب المنطقة أن تستخلص مصالحها وتخدم على توفير الرفاهية لشعوبها بالتأكيد أنه منذ التوترات التي نشأت في العشر الأواخر من شهر رمضان واللي حذرنا من أنها سوف تؤدي إلى احتدام الموقف وإلى احتمال الصراع وهذا حدث بالفعل ونحن على اتصال وثيخ بكافة الأطراف سواء كاننا بمسؤولين الإسرائيليين سلطة الوطنية الفلسطينية ثم مع حماس من أجل احتواء الأزمة والوصول إلى وقف كامل العدائيات والأعمال العسكرية لإعفاء الشعب الفلسطيني من هذه الأضرار ولتحقيق الاستقرار ومنعاً لتفاقم الوضع أو توسيع رخة الصراع والأثر الذي يعود على المنطقة بأكملها تستمر هذه الجهود على كافة المستويات هناك حركة كثيفة لنا في إطار التواصل مع الأطراف مع القوة الدولية المؤثرة في محطات اجتماع مجلس الأمن الحوار مع شركائنا الأوروبيين هناك غداً اجتماع للمجلس الأوروبي أيضاً هناك الآن الدعوة لعقد الجمعية العامة للأم المتحدة وسوف نحرس على أن يصدر عن الجمعية قرار يؤكد ضرورة الوقف الفوري للإطلاق النار والعدائيات العسكرية المشاهد والمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أمر غير محتمل وهو مرة أخرى يؤكد ضرورة أن ترتقي الأطراف كافة الدولية وطرفي الصراع إلى المسؤولية في حماية الأبرياء من هذه العمال سعادة رزير إنجاز أن أسأل حضارك سؤال بيدور في الشارع على تقييمك لهذا المصار في المصالحة مع تركيا خلال الفترة الماضية وكان فيه اجتماعات نائب وزير الخارجية وصل مع نائب وزير الخارجية وربما خرج تصريح من الخارجية المصرية والتركية بيتامن ويتفائل بها يعني تقييم حضرتك لهذا المصار وهو كان بيمثل معركة دبلوماسية مصرية استراتيجية يعني هراج بوادر لرغبة من قبل تركيا لتغيير المصار للوفاء بمتطلبات دائما كانت تطرح في أن تكون هناك مراعاة هامة أولا لطبيعة العلاقات الدولية واحترام خصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم رعاية أي عناصر منهضة للدولة وأتت مجموعة من التصريحات وأدت إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة التركية في تحويل مصارها بعيداً عن بعض الممارسات التي كانت فيها تدخل في شؤون الداخلية المصرية أو رعاية لعناصر منوئة للدولة المصرية وعناصر متطرفة أدى ذلك إلى رفع مستوى التواصل إلى المستوى السياسي فيما وصفنا بمشاورات استكشافية بالتأكيد أنه بعد هذه الفترة الزمنية من تعثر العلاقة الثنائية والعلاقة في إطار الإقليمي والأهداف لكل من الدولتين كان من الضروري أن يكون هناك حوار معمق سياسي نؤكد مرة أخرى بتوقعتنا توقعاتنا في كيفية إدارة هذه العلاقات سياستنا، توضيح سياستنا في كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة ما نتوقعه من تعديل المصاري السياسي التركية بحيث لا تتقاطع مع المصالح المصرية خاصة عندما يكون الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري وأن يكون في إطار اتخاذ خطوات عملية يمكن رصدها ويمكن تقييمها أن تكون هناك جولات أخرى استكشافية تخود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقة عندما نطمئن إلى أن المصالح المصرية يتم مراعاتها بشكل كامل لن يكون هناك لقاء بين سيد سمع شكرزير خجال مصري والسيد ملود جويش أغلو إلا بعد التأكد من هذه المرحلة الاستكشافية احنا تحدثنا تليفونيا اتصالا بالأزمة الحالية في خطار غزة والعمل من خلال منظمة التعاون الإسلامي لكن لقاء ثنائي مباشر سوف يأتي عندما نواصل مراحل الاستكشافية التي تتم على مستوى الدون الوزاري وعلى الصعيد المصالحة مع قطر في نفس الإطار؟ يعني المصالحة مع قطر تسير وفقا للالتزامات القائمة في إعلان العلا مصر بأيمن تلتزم الالتزام كامل بما تتعهد به وأيضا نتابع وفاء دولة قطر لالتزامتها وهذا المصار يسير من خلال لجنة المتابعة وينبئ بوجود تفاهم حول قطير القضايا هناك بوادر إيجابية هناك بوادر إيجابية وفي التزام متبادل بالتنفيذ وهذا يقود إلى إن شاء الله تطبيع العلاقة وعودتها إلى العلاقة الطبيعية التي تربط بين مصر وأشقاء أهل العرب مع الوزير المشروع جدا متشكرا على هذا الحوار شكرا لك شكرا لك ترخير شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة